أشهد رئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الترخية بين مصر ورومانيا التي مر على تتشينها 117 عاما جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد الروماني وسفير رومانيا بالقاهرة وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناء بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأبدى الرئيس السيسي تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم من جانبه نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس الروماني مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر